اهلا بك وطلبة وطلبات تلتة سنوية ووصلنا للفيديو الاخير تاسع فيديو في شرح قواعد مجلد المفاهيم والقواعد التراكمية وبكده يبقى كل الجرامر احنا غطناه بتاع المنهج وبالتوفيق للكل باذن الله تعالى نشوف وصلنا لغاية صفحة 13 في الملف الجميل اللي بيغطي كل قواعد المنهج ده well pronouns الضمائر يا جماعة موضوع سهل جدا لكن في بعض الجمل لو ما خدتش لبالي هيبقى سهل انه نغنط تعالى نشوف اول واحدة could you dry the dishes and put them ليه بقى them عشان نرجع على كلمة dishes والجمعة سواء كان عاقل او غير عاقل بستخدم مكانه ضمير them لو كان مفعول وبستخدم they لو كان فاعل مستر عسام give us some advice and we followed فلود ايه بقى انا عندي some advice كلمة advice من الكلمات اللي لا تعد والكلمات اللي لا تعد بستخدم مكانها ضمير it الكلمات اللي لا تعد مكانها الضمير it سواء كان فاعل او مفعول نيجي للجملة التالتة بيقولي 60 kilometers from here to zaga zik انا بتكلم على المسافة لما جا تكلم على المسافة بستخدم it بس مش it الوحدها بقى هي اصلها it is 60 kilometers it is 50 kilometers يبقى بستخدم it's اللي هي مختصرة اللي اختصار it is ساعات بتبقى اختصار it has بس امتى اه لما ييجي بعديها مثلا ing يقولك it's raining وكده يبقى كونة زمن المضارع المستمر او يقولي it's rained وراح جايب لي تصريف تالت وتبقى اختصار it has rained وممكن يقولي it's beautiful ويجيب بعديها صفة يبقى it is beautiful وما لغبطش بين it c d و it c d اللي هي ضمير صفة ملكية بنسميها صفة ملكية positive adjective صفة ملكية لغير العاقل يقولك the cat moved it's tail القطة حركت الديل بتاعها يبقى انا بتكلم على ملكية لغير العاقل كده يبقى راجعنا الفرق بين it's و it's واخد لبالي عشان مغلطش الجملة رقم اربعة it's easy to lose it's easy to lose temper يعني عايز يقول when one is criticized ايه بقى حكاية one دي بقى اللي انا بلاقيها احيانا في الجمل ومش اي one دي هل دي يقصد بيها one two three العدد لا طبعا one هنا ضمير غير محدد يشير للشخص بصفة عامة اه تمام طب لما يجي one زي كده كضمير بيشير للمر عموما الصفة الملكية منه اه صفة الملكية منه تبقى one's one و apostrophe s زي كده واخلي بقى لبالي من الضمير ده عشان جي مرة في الامتحان والناس غلطت فيه كتير تمام يبقى انا عرفت بقى one ده ضمير يشير لشخص غير محدد او ممكن يشير لشيء يعني اقول book one تمام طيب ولما جيب صفة الملكية منه تبقى one's ايه جملة رقم خمسة بتقول my car is bigger than car اه هتقول لي ما دي جملة سهلة وعبيطة ومال ومانا لازم اعرف عشان مغلطش في التفهة بعد كده my bigger my car is bigger than her car ده اسمها صفة ملكية جاي بعديها اسم صفة ملكية جاي بعديها اسم زي my my car your car hair car their car لما تقارن بقى الجملة خمسة بالجملة ستة hair coat is grey اه البلطة بتاعها لون روماني طيب هنا بقى بيقول لي ايه is brown اه انا عايز اقول البلطة بتاعي بقى بس مش مش هقدر استخدم my ليه بقى هنا عشان لو ما يكت اقول my coat طب ما ليه الحالة دي الحالة دي بقى انا عايز ضمير ملكية ما يجيش بعدي اسم ضمير ملكية ما يجيش بعدي اسم وفي الحالة دي بستخدم mine طب زي ايه تاني مثلا يقول لك yours اللي اخرها اس hers اللي اخرها اس ours اخرها اس theirs اخرها اس يبقى دي بسميها صفات ملكية سوري ضمائر ملكية لا يسبقها سوري لا يليها اسم وبالتالي هي كده فاعل وجيه بعديها مين وجيه بعديها الفعل على طول mine is yours is hers is طيب نيجي للجملة رقم سبعة she is a friend of اه لقيت بقى a friend of وحرف جر a friend of اه ما ينفعش اقول a friend of me لا a friend of mine يبقى باستخدم ضمير الملكية اللي ما يجيش بعدي اسم طب يعني a friend of mine اقدر اقولها بطريقة تاني لو قلتها بطريقة تاني وقلت she is اقول she is ايه بقى my friend واروح مستخدم الضمير my عشان صفت ملكية وجاي بعدها الاسم الجملة رقم تمانية the united states is anxious to improve image in the middle east الشرق الاوسط يعني يعني بتتلهف على تحسين صورتها في الشرق الاوسط اوه اوه طيب انا هنا باي نايتد استيتس شكلها جامع شكلها جامع بس ده اسم دولة واحدة ووه يبقى انا كده عايز صفة ملكية لغير العاقل فتبقى it's image فاستخدم it's الكلام ده مع انه بسيط لكن الناس بتغلط فيه يا جماعة وخلي بالهم خلي بالي منه جدا نيجي للجملة رقم تسعة if anyone comes in before i get back اي حد طب اي حد ده مذكر ولا مؤنس ما نعرفش وفي حالة الضمائر غير المحددة زي anyone and someone anybody and somebody everyone and everybody no one and nobody وكلمة person التسعة دول بييجي مكانهم ضمير جامع وانا شرحت ليه ضمير جامع قبل كده في فيديو يا جماعة ده لما ده حد مش محدد الهوية الجندر بتاع النوع مش معروف يا ترى ذكر ام انثى فحلوا المشكلة دي وقال نستخدم ضمير جامع مكان هزه الكلمات لتجنب التحيز لنوع دون الاخر يشكروا ask ما اقولش ask هم بقى ممكن يطلع هير اه في الحالة دي بستخدم ضمير جامع واقول ask them طب ضم ده ضمير مفعول طب لنفترض اني ان انا هستخدم مكان التسعة كلمات دي ضمير فاعل في الحالة دي استخدم they هنا عايز مفعول بعد ask ask them كده واضحة حكاية الضمير اللي بتشير ل indefinite pronouns زي anyone and someone and somebody عشرة ده مايس 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 دي مايس جامع ماوس جامع عشاز لكلمة ماوس فاقر مش كده squeak squeak عارف يعمل صوت كده اي او 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 انا مش عارف بقى صوت الفاقر on seeing آه الف ايران بصت في المية شافت صورتها منعكسة في المية وانا بتكلم على مايس جامع ويبقى بستخدم الضمير المنعكس الجامع them selves seeing them selves ايه ده يعني انت كده مهامة them selves ده للعاقل وغير العاقل ان طب لو ماوس مفرد كانت تبقى it self لكن جامع جامع it self them selves زي العاقل جي بقى وضح الفرق بالاتنين في الجملة 11 بماوس سكويك اه ماوس بقى سكويك تا مفرد on seeing ارجع استخدم المفرد غير العاقل من الضمير المنعكس اللي هو it self الجملة رقم 12 شاه عيب يا شاه خليك كويس اه يعني يعني اصلاح طبعا ده تعبير يا جماعة دي من التعبيرات السبتة لما اقول له واحد يعني اتصرف كويس ما تتشعاش خليك مهزة behave انا بكلم واحدة behave اي بقى behave yourself يبقى دي حاجة سبتة طيب ريناد عايز هنا بقى ريناد بتتصرف كويس ما بتعملش حاجة تدايق الناس اللي حواليها وانا بتكلم على ريناد مؤنث يبقى behave herself انا عارف ان الصفحتين دول سهلين لكن اوة تستهطر بالسهل ده هو بيستغله في الامتحانات عشان يوقعك في الغلط هيقول لك الطالب بيركز على القواعد الكبيرة الضخمة زي المباشر غير مباشر والمبنى للمجهول وقواعد اف والازمنة والطالب يركز ويسيب الحاجات السهلة العبيطة اللي واخدها في افتداء وعدادي فيقع في الغلط اوه انت تقع في الغلط ده the young built the city بنا the young يا جماعة نقولنا من ان بعض الصفات زي young وold وblind وdeath و poor و rich الصفات دي لما حط قبليها ذا تشير لاسم جامع تشير لاسم جامع وبالتالي ده young دي عايزة ضمير منعكس للجامع يعود عليها يبقى باي ايه بقى برافو باي themselves عشان جامع الجملة خمستاشر i couldn't forget bad news i received last year لا اقف خلي بالك ركز بنغلط حتى في ضمائر الاشارة انا بقول الخبر السيء اللي جاني اللي تلقيته السنة اللي فاتت يبقى انا بتكلم على شيء مش دلوقتي ده شيء بعيد والضمير اللي بيشير للبعيد زي كده يبقى ذات طب ليه ذات من عندك نيوز نيوز دايما مفرد تاني نيوز دايما مفرد يبقى ذات bad news i received last year last year 16 how much are shoes at the back of the shop مهم جدا حكاية القريب والبعيد في ضمائر الاشارة دي واركز وبيقول له الحزاء اللي في اخر المحل هناك بعيدة هو طب وشوز بتعامل معاملة الجامع وانا قلت قبل كده امت عاملة معاملة المفرد لما حط قبليها a pair of ذوج من الاحذيان طيب يبقى انا بتكلم على الحاجة البعيدة وجامعة زي كده يبقى باستخدم those نيجي الجملة 17 وتركز في حكاية القريب والبعيد قلنا مع ضمائر الاشارة could you blow out ممكن تطفي الشامع القريب منك اما لما قولك تطفي الشامع القريب منك يبقى معنى كده ان الشامع ده بعيد عن انا اللي بتكلم مش كده بس خلاص ما فهمنا الفكرة يبقى ذوز عشان دول بعيد عننا لكن قريبين من اللي بكلمه وبطلب منه يطفيهم الجملة رقم 18 she is great وخلي بالي من الجملة دي عشان فيها حلين ينفعوا طب منك خلاص حلتها ومالوا انا عايزك بس تفكر معا she is great ويفون احنا يعني هي بيقول عليها دي جميع عظيمة جدا الست دي ولا البنت دي احنا بنتصل ببعض بنت زاب طبع عشان اقول نتصل ببعض يا ترى اتش ادر ولا انادر لاتنين صح اتش ادر او انادر بعضهم البعض بعض بعض يبقى الاجابة a and b رقم تسعت عشان كده الفيديو ده هيخلص بسرعة where في رقم تسعت عشان where five pounds i lint you او انا بتكلم على خمس جنيهات جنيه وجنيه تاني وجنيه تالي ما بتكلمش على مبلغ هدفعه كثمن لحاجة وبالتالي بيعامل عادي معاملة الجامعة where are those five pounds واضحة لكن لما تكلم على الفلوس كمبلغ هدفعه يعني اقول الخمسة جنيه دي مثلا مش كافي عشان اشتري الكتاب اقول بقى five pounds is not enough to buy a book وشرحنا الكلام ده قبل كده ارجع للكونتابل والأنكونتابل لينك الفيديو بتاعه موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو طيب في رقم 20 which shoes would you like to try on which shoes وانا قلت لما استخدم كلمة زي shoes وscissors مقص وتراوزر بانطلون من غير a pair of يبقى أنا بتكلم على جمع اه طيب هنا حاب يحط ضمير مكان shoes يقول ايه يقول ده وان لأ ماينفعش لأن ده مفرد ذا ذم مفيش حاجة اصلا ذا ذم كيف يعني اه رجعنا تاني للضمير وانز وانز ده ضمير جمع يشير لإسم جمع موجود في الجملة وانز ضمير جمع يشير لإسم جمع موجود في الجملة انجليز جميل to does this book belong 21 هو الكتاب ده ملك مين يخص مين بتاع مين اه طيب ما انت قلت قبل كده في ضمير الوسط ان هو ما تجيش بعد حرف جر وين ده بيتكلم على زمن to who's مفيش حاجة اسمها to who's هقولك ازاي نقولها بهوز حالا يبقى يبقى انا لما استخدم to في بداية الجملة واتكلم على ملكية اقول to whom does this book belong بلونج اسم بقى المملوك بعد who's book is this اه مع verb to be whose book is this whose book is this طب belong يبقى who's whom does this book بلونج طب امتى مستر استخدم who وبي لونج اه في الحالة دي اروح جاي بحرف الجر في الاخر طب ما تكتب عشان تبقى كويس ونفهم احنا يعني برضو تعال نكتب اه او وحطها هنا مثلا من قصين ويبقى السؤال كده who does this book belong يعني هو يدخل بضع to بس وافل لا ينفع يتقري دي كان اصلها كده لما استخدم who who does this book belong to اجيب to في الاول تبقى بالشكل اللي حلنا to whom does this book belong اه هو في الاخر to تساوي to في الاول وبعدها whom لكن لو هستخدم who يبقى انا مش محتاج do وdoes انا محتاج verb to be واقول who is this اكتب التانية خليك كويس اكتب التانية خلاص ما فيش وقت كانت تبقى كده whose book is this اشوف سهل اسئلة سهلة وعبيطة لكن يا ما شفنا طلبة بتغلط في حاجة سهلة زي كده خلاص من موضوع belong وازاي اسأل عن الملكية والسؤال 22 بيقول these books are all fantastic روعة will you choose طب ما بتكلم على الكتب هنا عايز يقول هتختار انهي واحد فيهم لما اسأل عن الاختيار بسأل which أو which ever which أو which ever طب وبعدين خلاص اللي موجودة هنا which مش هتلاقي which هتلاقي which ever يبقى ده للتخيير للسؤال عن الاختيار بين عدة اشياء طب whoever للعاقل wherever زي where للمكان whom ever للسؤال عن الشخص طبعا 29 I couldn't find my book I couldn't آه انت اصدك ان هنا couldn't يعني جملة منفية طب وبعدين يبقى انا عايز حاجة تستخدم في النفي I couldn't find my book ايه اللي يجي في النفي ايه اهو بس طبعا ايه مرتبطة به وير وير anywhere ما لقيتوش في اي مكان طب ليه مش no where بس no نفي فما ينفعش نفي مع نفي سد حلوة شوية الضمير دولة فهمنا كذا حاجة they refuse to tell us refuse ده فعل منفي بالمعنى رفض يعني they wouldn't tell us اذا معناها they wouldn't tell us nothing لا ما نفي ما نفي ما ينفعش يبقى they refuse to tell us anything anything about the exams مرضوش يقولوننا حاجة عن الامتحانية منهم لله قولوننا الامتحان يلا نيجي بقى الاسهل grammar في تاريخ اللغة الانجليزية اللغة الانجليزية معدى بعض الحالات الشازة اللي لازم اخلي بالي منها كويس وعندك فيديو واللينك بتاعه تحت الفيديو اللي انت هتشوفه ده في صندوق الوصف اللينك عندك شرح السؤال المذيل او يسموه السؤال المضاف للجملة بالتفصيل ارجع شوفه لو عندك مشكلة طيب السؤال الاول there is a book on the table نبدأ الجمل العبيطة الوصف الوصف يا جماعة ثلاث حاجات مهمين لازم يبقوا في دماغي وأنا بحل الوصف الوصف اول حاجة ان انا لازم استخدم ضمير فاعل استخدم ضمير فاعل يعني الجملة بدأ بعلي فقول isn't he الجملة بدأ ب احمد اندومونة يبقى aren't they وهكذا لازم استخدم ضمير فاعل طب حلو وبعدين الحاجة التانية السؤال أنا بتكامع السؤال بصفة عامة بقى لسه مدخلناش في بعض الجمل الشز اللي هتمر بعد شوية الحاجة التانية ان لازم السؤال يبقى عكس الجملة في الاسبات والنافي انا عندي في الجملة is مثبتة هتطلع لي isn't منفية الحاجة التالتة المهمة ان لازم الفعل اللي بستخدمه في السؤال يبقى مختصر يعني لازم يبقى بالشكل ده isn't يعني ماينفعش اقول is not وخلي is لوحدها والنط لوحدها غلط طب يلا بقى نحل اديك قلت اهم تلت حاجات باستثناء طبعا بعض الحالات الشازة زي ما قلنا هتمر دلوقتي واحنا بنحل الكام سؤال ده وهتلاقيها برضو سهلة الحالة الشازة يعني يعني اعرف حالة منهم خلاص هتب اي there is a book on the table اه there there من ضمن الضماير الفاعل اللي بستخدمها في الكوستشين تاك يبقى isn't there تمام طيب الجملة التانية I am اه دخلنا في حالة شازة واكتر حالة شازة لما بدأ الجملة I am أو I am وتبقى مثبتة زي كده في النافي ما مفهاش مشكلة I am really late آه شازة بص خلاص يعني 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 ملهاش حل غير انك انت تبقى حافظ انه اذا بدأت الجملة ب I am فالكوستشين تاك بتاعها aren't I اي جملة بدأ ب I am مريح نفسها لحالة شازة برضو خلي بالك طب نفترض ان هي I am not لا ارجع بقى طبق القعدة العادية I am not من فيها am I I am not am I am not am I لكن I am late aren't I الجملة التالتة somebody is knocking at the door واعتقد انا اشرت الحاجة زي حكاية somebody and someone everybody everyone nobody anyone anyone anybody person مالهم التسعة دول اه انت قلت ساعتها ان لما استخدم مكانهم ضمير فاعل او مفعول لازم يبقى جمع لاني بشير ل indefinite person شخص غير محدد الجندر الهوية او النوع اه بس وما اني بنستخدم ضمير فاعل في الـ question tag يبقى somebody is knowing aren't they اه طب ليه aren't عشان هنا is مسبتة طب ليه تغيرت بقيت z ليه بقيت are عشان استخدمت z مكان somebody يبقى معنا كده ان الكلمات دي بييجي معاها فاعل مفرد لكن لما حطت مكانها ضمير جمع بغير الفير بعمله جمع ar and day السؤال الرابع دا بوي hit the dog وخلي بالي بقى من الافعال says يعني ليه مخلي بالي من الافعال says اه يعني اه hit دا hit hit طب hit 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 3 hit زي 666 3 666 طيب هنا عرفت انه ماضي لان لو مضارع كان هيضيف s للverb تخيل انا كنت بشوف طلبة شاطرين يسألت طب وعرفنا منين النماضي ويفتكر ان دا سؤال يحتاج للزكاء اصطناعي للاجابة عليه خلي بالك من حاجة العبيطة دي هي بتاعة تبتداء بتيجي ساعات دا بوي hit ايوة didn't هي مهيت مثبت وماضي يبقى خلي الفعل المساعد اللي هستخدمه ايبقى didn't طيب اه الجملة رقم خمسة دي should have arrived on time ايه المشكلة يعني اللي هتواجهنا في جملة زي كده ان هتلاقي عند اتنين auxiliary reverb عند should وعند have طب يا اطرا اقول shouldn't they ولا اقول haven't they shouldn't they ولا haven't they لا shouldn't صح براو يا ابن ليه عشان انا دايما باخد الفعل المساعد الاول في ال question tag باخد الفعل ايه اذا كان موجود اكتر من auxiliary reverb او فعل نقص وفعل مساعد زي هنا بستخدم الاول they should have come shouldn't they should مثبت تلاقي المنفي ايه الجملة رقم 6 وقرب ننخلص عليها is not at school today ايه الجملة رقم 6 لا ما دين ترجعت بقى هتدينا جمل عبيضة تاني is not خلاص واضحة تبقى اسش صح برافو ما مش كل الجمل فيها صعوبة سهيلة won't mind if i leave early ايوة ايوة دي قلتها وانت بتشرح الquestion tag وانا فاكرها قلت ان الجملة بتاعت if الquestion tag بيبقى على جواب الشرط طفين جواب الشرط جواب الشرط هنا جاي في الاول وفعل الشرط جايب مع if في النص اوه يعني الفعل اللي بعد if ما لكش دعوة بيه الفعل اللي بعد if الجزء الثاني جواب الشرط اللي في will في would في would have وتصف ثالث won't she she won't ايوة يبقى مثبت will she السؤال رقم 8 nothing was lost قلتها برضو في الفيديو بتاع الشرح قلت ان something و nothing و everything something و nothing و everything من الكلمات اللي بييجي مكانها ضمير مفرد غير عاقل it nothing طب ما nothing دي بتنفل جملة يا لقيم يبقى was it الجملة رقم 9 we don't think لا ركز هنا ركز في رقم 9 لان بيحدث فيه مشكلة خلاف بين الناس لما بتيجي جملة زي كده طب يعني انا اقصد لما استخدم افعال زي think believe guess suppose والافعال اللي زي كده افعال التفكير والادراك we don't think اشوف الجملة بدأ باي بدأ باي او و يبقى الكوست شانتاج على الجزء التاني ابا ان هذا كلام كبير يلا تاني كده بالراحة مع الافعال اللي زي think believe و guess و suppose وفعال الحاجات الازل كده اذا بدأت الجملة بوي او اي يعني هتفرق في الباقي طبعا اذا بدأت الجملة بوي او اي بيبقى الكوست شانتاج على الجزء التاني على الجملة التانية يعني we don't think we don't think he will او يعني الكوست شانتاج على جملة he will win طب ماشي طب will win ده مثبت ولا من فيه لا نفيت الجملة اللي قابليها لان فيها don't آه طب وبعدين خلاص يبقى الجملة من فيه we don't think he will win حتى بالعرب كده اقولك انا لا اعتقد انه هيفوس بالسباء يعني اعتقد انه هيخسر خلاص ما هي كده واضحة يبقى ده من فيه اطلع لي بقى هنا ايه مثبت will ه طب لو كانت مثلا الجملة بدأ بدأ بدماير تاني غير اي ووي بدأ بدماير تاني غير اي ووي زي هي وش وي وز هي وش وي وز يبقى الكوست انتاج على الجملة الاولى طب سواني كده نشوف فيه مثال عليها هنا لا نكتب مثال عشان الكلام دخلنا جات جملة في لونج مان واصار تضجه والناس قعد يقولك ما اعرفش ايه وليه وعشان ايه will win the race وعايز اعمل لها question tank هنا بقى الجملة مش بدأ لا باي ولا بوي خلاص يبقى الكوست انتاج على الجزء الاول she doesn't think she doesn't think does she يا لهو ده اختلفت خانس كيف ده يا الانجليزي ده الجديد ده ولا جديد وانا هعجب عنه طيب يبقى كده فهمنا القصة بتاعة الموضوع ده ونقدر نحط دي بردو كده فيه مستطيل عشان انا النهاردة هحط لك الملف ده اللي فيه الاجابات وفيه بعض الملاحظات لو حابب ترجع له تاني يبقى ترجع له طيب فهمنا قصة الافعال اللي زي think و believe نيجي الجملة رقم 10 he better stay at home هي he the الابستروفي دي دي اللي هنا دي دي اختصار يا ترى had ولا would ما ساعاته لقيها اختصار had وساعاته لقيها اختصار would اعرف ازاي لا هنا ما تعرفش في الجملة دي هنا بتبقى حافظها هو ده expression كده على بعضي تركيبة اسمها had better تساوي should اه دي ثبتة يعني اه ثبتة والquist شانتاج بتاعها ما بيتغيرش ابدا ايها he'd rather i'd rather she'd rather hadn't she hadn't she hadn't he هنا عشان فيها هي الله كلام سه كلام جميل وبقينا فاهمين كل الجرامر حداشر you didn't eat the cheese لا ما دي جملة عادية دي خمسة ابتدائي you didn't هتبقى did what do you هتبقى يو زي ما هي you didn't did you you couldn't could you you can't can you you shouldn't should you you want will you 12 he is finished اخلي بالي من الاختصارات ومن شوية انا قلت ان الابسترو في اس دي يبتبقى اختصار اس يا هاز على حسب اللي جايب بعديها يعني ايه he is finished يبقى وعديها تصريف ثالث اذا هنا اختصار هاز طب he is a doctor لا خلاص اختصار اس لاني is a doctor جايب بعديها ناون he is playing tennis لا ما بتتكون مدرع مستمر تبقى اختصار he is he is clever clever صفة بتجمع verb بتو بي تبقى اختصار he is يبقى انا كده فاهم جايب بعديها تصريف ثالث بي اختصار he has he is finished hasn't he hasn't he عزن تي 13 they hardly eat ولنا هنا وقفة بسيطة نستكمل بعدها الحوار hardly من الكلمات اللي تنفي الجمل فاكر لما شرحنا question tag قلتلك فيه كلمات لو موجودة في الجملة تعتبر الجملة منفية زي little من غير a قبليها حد فاكر تمام زي few من غير a قبليها زي hardly scarcely no longer never وغيرهم لو حابب ارجع ليه الفيديو بتاع question tag يبقى كده الجملة 13 منفية خلاص يبقى مش don't بقى يبقى do they فلازم question tag يبقى مثبت الجملة 14 i must remember to phone him more often خلاص يا جماعة انت لقي must question tag بتاعها mustn't مش محتاجة حاجة يعني زي زي البقيين let's have fish and chips 14 let's let's question tag تبدأ let's question tag بتاعها ثابت shall we question tag بتاعها ثابت shall we خلاص سهلة خش على بعد 16 never stop lying sorry never stop trying لا تتوقف ابدا عن المحاولة اي جملة امر منفي اي جملة امر منفي بس تخدم في الكوست شان tag will you وش معنى you عشان دايما you هي المخاطب في الامر وهو فاعل مستتر زي العربي never stop trying will you decepter الله we have no food الجملة رقم 17 we have no food لا اهدى اهدى فيها no اهو ده انا ما كنت شاخد لبال no يعني كنت احل غلط الجملة منفية يبقى نعايز فعل مسب دو وي برافو اشتر ايه الحلوة دي 18 he has to work late tonight عرف اسهل حاجة في الكوست شان تاك بقى تفكر ازاي اني انا بنفي ازاي الفعل اللي في الجملة واللي بنفي بيه هو اللي بستخدم غالبا في الكوست تاج الا فيه طبعا الحالات الشازة ده موضوع تاني فهاش تو دي لما جي انفيها اسمها doesn't have to وبالتالي لما اجي اعمل كوست تاج هستخدم doesn't he ايه جملة 19 she won't mind if i leave early لا استنى مش الجملة دي مكررة قبل كده انا فاكر انها مكررة وقل لي بقى انا خلاص بقى دخلت في الالزهايمر يا نه ربيض انا فاكر انها مرت قبل كده بس الضمير مختلف مش مهم انا ااسف she won't mind وقلت لك لما يبقى في if بيبقى الكوستش انتاج على جواب الشرط يعني على الجزء اللي فيه will وwould وود have وتصيف ثالث she won't mind will she ادي الجملة 19 الجملة 20 وقربنا نخلص i think رجعت تاني بس دي بدأ باي انت قلت اذا بدأ باي او وي خلاص يبقى الكوستش انتاج على جزء تاني i think he is clever isn't he ايه ده يعني مش راضي تيج اهي جات اهي تمام واخر جملة honey اهو ده اللي نقصده honey thinks honey ده ما كانه هي صح اذا كان الضمير مع think وبليف وبعدها جملة غير i و و يبقى الكوستش انتاج على الجزء الاول honey 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 thanks english is easy هو honey بيعتقد كده مش كده هو بيعتقد كده بردو اه يبقى في الحالة دية هستخدم على جملة honey honey thanks doesn't he والكوستش انتاج معه انه سهل جدا لكن زي ما انت شفت في بعض الجمل ممكن تلغبط الناس ولازم اخد لبالي منها المجلد بتاع المفاهيم يا جماعة راجعنا كل القواعد اللي فيه سواء قواعد في المنهج الاساسي او التراكمية من خلال حل الجمل دية وبالتالي ما عندكش مشكلة كده انت رجعت كل الجرامر بتاع المنهج واتمنلك يا جماعة النجاح والتفوق باذن الله لو كانت القناة لها اي قيمة عندك عرف الناس بتوع تانية سنة ولنرحين تلتة حتة كده جميلة جميل منك بقى ويقول لهم اه في قناة وفي واحد يعني اهو بشادة حين شوية في الشرح لو بنسهله كده وممكن تفهم منه قوله جرب مش هتخسر حاجة في قنامات بتقول حاجات غريبة ما علينا مش هنتكلم عن حد بالتوفيق يا جماعة حبيبي طلبت وطلبات تلتة سنوية مستر عصام كان معاكو السنة دي من كتاب اي وان وعرفوا الناس برضو بكتاب اي وان شيء طبيعي ان احنا نتكلم عن الكتاب بتاعنا وبإذن الله اعرف منكو بقى نتيجكو بعد كده ارجعوا تاني قلولي في بعد النتيجة بقى انك انت ما شاء الله حققت حلمك وجبت النتيجة اللي عايزها بحبكو كلكو يا جماعة وسعيد جدا ان انا كنت معاكو السنة دي وهحاول اعمل فيديو تاني عن المهارات برضو نتكلم فيه على المتين جملة اللي كنا ادناهم للناس ومرتبطين بعلامات الترقيم والمهارات اللي موجودة في كتاب الوزارة اهم شيء طيب اركز عليها مستر اهم شيء تركز عليه في الفترة اللي جاية تمارين لونجمان يا جماعة كل تمارين لونجمان انا حتطهالك في صندوق الوصف تحت الفيديو الست امتحانات بتوع الورك بوك مهمين جدا سيبك من الكلام عن المهارات اللي هو نظري موجود في بعض الكتب بعيد خالص عن المطلوب ما تعقدش نفسك في الفترة اللي باقي هي مش ناصة بإذن الله انا توقع ان الامتحان يبقى كويس وان الناس هتحل فيه زي الفل ان شاء الله good bye and good luck اشتركوا في القناة